من جهة أخرى أشارت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بأن أسعار المستهلكين شهدت ارتفاعا بنسبة 1.15% في شهر أكتوبر من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومن حيث مساهمة دول المجلس في التضخم الخليجي العام لشهر أكتوبر فقد ساهمت السعودية بما نسبته 15% والإمارات بنسبة 13% فيما ساهمت بقية الدول الأعضاء بنسبة 17%